اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد واخبار جديد اذا اخبار اطلع جديد وانه تونس ما عادش بش يكون فيها فريب الاخبار ذاية دولته وعديد الصفحات الفيسبوكية ولكن حبيت نتأكد انا من الخبار بش انمدكم به بالضبط تجار الملابس المستعملة يهددون بتعليق النشاطي هم لهذه الاسباب بل ذاية مذابية اصدقائي تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس بجديد ما يوصلكم اجديد والحصري وكذلك تدعموني بلايك للفيديو اذا القطاع مستهدف وبقى مكبلا بقوانين قديمة غرفة تجار الملابس المستعملة توضح اسباب تهديدها بتعليق نشاطها افد رئيس الغرفة الوطنية للتجار الملابس المستعملة السحبي معلاوي اليوم اصباح ان انباء القطاع جددوا رفضهم القرارات التي اتخذتها الادارة العامة للديوانة لافتا الى انهم قرروا تعليق نشاطهم في صورة رفض ايجاد حلول وقال معلاوي اليوم ان تجار الملابس المستعملة قرروا مراسلة الديوانة في محاولة لدعوتها في محاولة لدعوتها الى التراجع عن قراراتها الخاصة بالتأشير على محاضر الشراء وازدار بيان في الغرض للرأي العام وصف الاجراءات الديوانية الجديدة بالتعصفية والتي تزيد في تعقيد المعاملات الادارية عوض تسييرها داعيا الى اتخاذ اجراءات رقبية او عقبية ضد كل من يخالف القانون اوضح ان الاجراءات الديوانية من شأنها اثقال كاهل التجار وزيادة معاناتهم والتأثير في علاقة المصنعين بتجار الجملة وتنص الاجراءات الديوانية جديدة على ضرورة تأشير رئيس المكتب الجهوي للديوانة على محاضر الشراء من المصانع واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة ان قطاع الفريب مستهدف بقى مكبلا بقوانين قديمة لتفي بالاستهلاك المحلي للمواطنين واوضح انهم حاولوا تغيير القوانين المكبلة لهذه القطاع منها قانون 95 و93 ومنشور 2005 لانها لم تعد تتماشى مع العصر الراهن واشار معلاوي في تصريح كذلك لها قبل قليل الى ان حكومة يوسف الشاهد كبلت القطاع بخطايا مالية وهو ما دفع اصحاب المصانع الى الغلق جراء النظام التوقيتي المتعمد حاليا وقال المعلاوي يوسف الشاهد كان قام بهجمة شارسة ونجح في ضرب قطاع الفريب لادخال الامتياز التجاري اذا زيد قال انه يوسف الشاهد كي كان في الحكم عبث بهذا القطاع اذا ان شاء الله تونس يعني بكلنا نلبسهم الفريب الناس شكلة نلبسهم الفريب يكذب عليك لقولك انا نلبسهم الفريب ولا اشعلية فيه خلي خلي يعني خلي خلي تونس ما يبقاش فيها فريب لكن الفريب لازم لازم لانه الفريب هو يكسي الجميع الجميع وخاصة في غلق المعيشة في الاونة هذية ان شاء الله ربي يحمي تونس ربي يحمي رئيسنا وربي يحمي الشعب الابي اذا شكرا على المتابعة والاهتمام والى لقاء في اخبار اخرى